موسيقى عزة العرب معروف عليك أنك كتشتغل يعني في المواضيع الإنسانية بالدرجة الأولى كيف أجدتك الفكرة ديال أنك تدير دوكومنتاق على الناس يعني المغاربة اللي محتقين في السجون في الخارج اللي منسيين أنا أظن أن اشتغال المخرج يجب أن يكون عضويا بمعنى يجب أن يلتصق بالشعب لأنه غالبية هموم الشعب يجب أن يتحملها المبدع لكي يوصلها إلى الرأي العام بشكل فني وإبداعي يجعلها قابلة لكي ترى وتناقش وبالتالي أن نجد لها حلول في هذا الاتجاه حاولت دائما أن أشتغل سواء في الأفلام الوثائقية أو الفلام الروائية في الأفلام الوثائقية حاولت أن أكون أكثر قربا من الإنسان في جميع تشكلاته وتموقعاته فحاولت كذلك أن أشتغل على المواقع المهمشة في المغرب فكان السجن من بين هذه الطيمات الإنسانية التي يجب أن ننظر إليها بعين إنسانية وليس بعين القاضي أو بعين من يحاكمها أولا فلهذا في أكثر الناس الأكثر تدررا ليس الناس المتواجدين مثلا في المغرب ففي المغرب ممكن أن يكون هناك شخص في السجن وأن تكون العائلة بقربه تزوره وتدافع عنه وتبحث له عن محاملة غير ذلك فما بالك في الإنسان الذي يوجد في المهجر فهو هناك وحيد ليس هناك عائلة تزوره وفي بعض الأحيان يكون هناك انقطاع شبه انقطاع تام عن العالم الخارجي هؤلاء الناس يجب أن ننتبه إليهم فهذه الخطوة جاءت في هذا الإطار في إطار القيام بفيلم وتائقي معنوا بمغاربة العالم في ظلمات سجون العالم فهؤلاء المغاربة هم فعلا يعيشون في ظلمات داخلية وظلمات خارجية ظلمات داخلية بحكم القطاع التام بينهم وبين العالم الخارجي وظلمات خارجية لأنهم يعيشون في عزلة وكذلك يعانون من تهميش وكذلك من العنصرية داخل السجون فللأسف وهذا محز في نفسي كثيرا هو أن يشعر هذا المهاجر الذي كان يرحب به من خروجه من المدينة إلى المغرب يرحب به من جميع نقط تموقع مؤسسات محمد السادس في الاستقبال وكذلك يرحب به في جميع الندوات وفي جميع المهرجانات خاصة مهرجانات القفطان والطبخ المغربي والصناعات التقليدية ويرحب به في بلده لأنه يحمل العملة الصعبة ولكن حينما يقع في المحضور ويغيب داخل السجون لا يلتفت إليه وهذا أعتبره أنا نقص في المواطنة لأنه مواطن مغربي يجب أن ندافع عنه سواء كان مواطن له دخل أو غير دخل المواطن يساهم بالعمل الصعبة أو لا يساهم المواطن كان فقيرا أو غاني المواطنة لا يمكن أن نعتدى بها فقط أو أن نعطيها فقط لمن يعطي لهذا الوطن المواطن حتى نقوله في الأسرة يعني إذا كان عندك واحد في الأسرة مريض أو لا ربما خرج ما شيء هو هدك فهذا هو فقط الأمر بالنسبة لي أدون أنه مجرد تفكير في أنك تريد أن تقوم بإنجاز فيلم وتائق حول مغاربة في السجون هذا أمر يقابل منذ البداية بالاستحالة لأنه كيف يعقل أن تدخل الكاميرا إلى قلب السجن وتصور مع معتقلة سجين أو سجينة وتخرج أنت إلى الرأي العام لكي تقول هذا ما يقع فهذا يدخل من باب مستحيلات ولكن أظن أنه لا بد للإنسان أن يقوم بدق الأبواب مرارا وتكرارا فقد تجد أذان صاغية في بعض الأحيان وقد تجد أذان ليست صاغية فهذا ما قمت به أحاول دائما أن أترق الأبواب في مؤسسة عدة وفي دول عدة وحينما أتلقى الإشارة الخضراء أحمل أمتعاتي وأسافر هذا ما أقوم به بشكل عام فقد وضعت طلب تصوير في أكثر من 20 سجن عالمي لحد الآن قمنا فقط بثلاث سجون عالمية ولا يزال الكثير أمامنا فهو مشروع عام للوصول إلى المغاربة الذين يعيشون في تهميش ويعيشون بعيدا عن الأعين كنت أتمنى أن يكون هذا المشروع مشروع مغربي يعني تتكفل به منتدى السجون أو وزارة العدل أو السفارات ولكن للأسف لا يتكفل به أحد يتكفل به شخصيا وهذه مساهمة من باب المواطنة فقط بمعنى لا لا أظن هناك جمعيات دولية تساعدني في ذلك هناك منتدىيات دولية تساعد هناك جمعيات حقوقية في العالم تساعدني في ذلك بل وجدت مشاكل كثيرة لم أطرق باب صفارة من الصفارات في هذه الدول لم أطرق باب الصفارة لأن أعرف مسبقا أنني لا أحمل مشروعا لمهرجان طبخة أو مشروعا لصناعة تقليدية أو مهرجان للترويج سياحي أنا أحمل مشروعا إنسانيا وهم لا يريدون مثل هذه المشاريع لأنها تعري عن الواقع المغربي الموجود في الخارج وبالتالي لا يريدون الذهاب في هذا الاتجاه لم أطرق باب صفارة أو قنصلية في هذا الاتجاه عزيز العرب غير تلك الحالات التي خرجت يعني الإعلام هدر لنا شوية على بعض الحالات الأخرى التي كان عندها زعمة تأثير قوي عليك نتايا وانتاك تطوّع هناك حالات إنسانية كثيرة يجب أن تخرج إلى الإعلام ولها موادع في الحقيقة موادع إنسانية تتير الغم والهم في القد ولكن سترون الكثير منها في الفيلم وثائقي الذي أشتغل عليه وربما سأخرج الجزء الأول في هذه السنة إن شاء الله ولكن هناك فيلا حالات قوية بالإضافة إلى حالة نسرين الذي عرفها العالم وعرفها الجميع وحالة كريمة وحالة فاطيمة في غانا هناك حالة أخرى للرجال كذلك مثلا حالة كريمة في إيطاليا فهي إنسانة عرفتها ببساطتها ومكثت معها في السجن أكثر من 15 يوما بأيامها ولياليها أدخل إلى السجن من الساعة السادسة صباحا ويخرجونني في الساعة السابعة مساء أمكث معها أذهب معها أعيش معها أكل ما تأكل نتحاور ففي الحقيقة عيشت معها لحظات أبكتني كثيرا ماتت أمها وهي في السجن وبحثت عن قرآن لمدة سنتين فلم تجد قرآنا فكانت تحفظ آيات كثيرة فكتبتها في دفتر كانت تعيش أيام فعلا في عزلة قوية وكانت تدق باب الصفارة فلم يأتي أحد كانت فقط تعيش مع راهبة كانت تزورها بين الحين والآخر هي الرابط ما بينها وبين الخارج لها نوع من لا أقول الحقد بل غصة داخلية تجاه الصفارة المغربية وتجاه القناصة المغربية كانت تقول حينما أذكر لها هذا الجانب لم أجد كلمة أصفها كانت تغضب بشدة وتبكي كثيرا لدرجة أنني لم أعد أذكر هذا الجانب كانت تشعر بأنها حينما كانت تأتي إلى المغرب كان يرحب بها لأنها كانت تحمل العملة الصعبة وبعد ذلك تنكر لها الجميع وأصبحت عالة على المغرب وعالة على إيطاليا وعالة على القناصر المغربية هناك مغربي عشت معه كذلك مغربي لم يقوم بشيئا ذيبال حتى يدخل إلى السجن ولكن ليس هذا المهم أنا لا أحسبهم على ما فعلوا ولكن فقط على ما يعيشون ليس له ليس له أسنان يعيش مدة خمس سنوات بدون أسنان يطالب فقط المجتمع المدني ويطالب صحة داخل السجن أن تقوم بصنع أسنان حتى يأكل يقول أنا لا أكل يا عباد الله أعيش خمس سنوات بدون أكل أنا ليست لدي أسنان ومن خلال هذا الأمر يعني ركبته أمراض كثيرة لأنه لم يتمكن من هناك هناك شخص آخر لازلت أتذكره ويتذكره يعني تتذكره الصحافة الإيطالية ويتذكره المغرب في حين لأنه قتل ابنته لأنه وجدها مع إيطالي وقتلها هذا الأمر ثابت وهو لا ينكره ولكنه فقط يعيش في ندم شديد وهذا الندم الشديد لم يخول له حتى زيارة واحدة من جميع الأقارب ومن جميع الناس ومن جميع يعيش كأنه منبوذ إلى درجة القتل هو فعلا يرتكى بخطأ وهو نادم أشد الندم على قتل ابنته وحينما يتذكره يبكي بحرقة ولكن ما يعيشه داخل السجن فهو سجن مضاعف وهو كذلك قتل مضاعف لهذا الأمر نحن لسنا هنا لكي نحاسب الناس بماذا أقاموا وما هي الأفعال التي قاموا بها ولكن نحن هنا لكي نربط الرابط الإنساني ونحاول أن نربط الخارج بالداخل ونحاول أن نعطي قيمة للمواطن المغربي سواء كان قاتلا أو مقتولا أو سواء ظالما أو مظلوما أن نعطيه القيمة الإنسانية التي يستحق وهي القيمة المواطن أن نقوم فقط بما يتقوم به الصفارات الأخرى داخل المغرب مهما كانت الجريمة التي أقامها الأجانب في المغرب تجد الصفارة حاضرة بقوة بمحاميين بالمجتمع المدني بكل هذه المؤسسات جل هؤلاء السجناء التي هدرت عليهم في الوطائق مرتبطة ظروف الاعتقال بقضايا حساسة يا إما السلاح يا إما مخدرات وما لا أردت صعوبة أنهم يريدون أن يحضروا معك لا أردت خوف لا أردت واقس كبير لك أن تقنعهم أنا أقول لك كيفية التحدث مع هؤلاء في المجتمع المدني هناك جمعيات خارجية غالبا ما تكون في ارتباط بهؤلاء السجناء وكنت على اتصال بالكثير من الجمعيات الحقوقية وفي بعض الأحيان يعطونني ملفا عن معتقى المغربية أو سجنة مغربية تكون هناك شبهة في الاعتقال أو شبهة في السجن ويقولون لي فلان أو فلان فحينما أذهب إلى السجن أطلب هؤلاء الأسماء بالإسم وفي بعض الأحيان أطلب مقابلة جميع السجناء الذين لهم رغبة في الحوار مع مخرج يقوم بإعداد فيلم وثائقي فأتلقى العديد العديد من المغاربة أجلس معهم في البداية غالبا ما يعطوننا الكنيسة فأجلس معهم في الكنيسة وناقش معهم هذه الأمور فهناك من يتفق أو من يريد أن يظهر بوجهه وهناك من يقول أنا أريد أن أسجل معك ولكن يجب أن يعني بوجه غير مكشوف وهناك من يقول أريد أن يظهر وجهي وأريد أن أقول كل شيء ففي هذه الحالة أختار أهم هذه القضايا وأهم هؤلاء الحالات وأختار كذلك من يستطيع أن يتواصل مع الآخرين فهناك حالات لا يستطيعون حتى القول لا يستطيعون حتى التواصل مصابون بنوع من الدهشة التي تسكتهم عن القول تجده أمامك يقول لك أنا في ورطة وليستطيع أن يعبر عن ذلك فأحاول بشتة الأمور يعني أن أدفعه الكلام فأجده يحتاج إلى طبيب نفسي قبل أن يحتاج إلى مخرج لكي يقول الأشياء فهذه المشاكل وهذه المسائل الإنسانية هي تحز في النفس أكثر وتحاول أن تقول للعالم أن هناك تفريط في هؤلاء الناس ترجمة نانسي قنقر